بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه حياكم الله أهلاً وسهلاً بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتداء لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بإذن الله تعالى في هذا اليوم سنأخذ درساً جديداً ألا وهو درس الإدغام وكما عودناكم إخواني وأخواتي أن نتذكر وإياكم أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي وسبق أن تكلمنا عن ماذا أحسنتم عن الإظهار وذكرنا أن تعريف الإظهار هو إخراج النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف الحلق وذكرنا أن الإظهار يسمى بالإظهار الحلقي لأنه يكون عند حروف الحلق أي أنها التي تخرج من الحلق وذكرنا أن حروف الإظهار الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وذكرنا أيضاً في هذا الدرس أن حروف الإظهار الستة مجموعة في أوائل كلمات هذه العبارة أخي هاك علماً حازه غير خاسر أي أوائل حروف هذه العبارة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء أيضاً ذكرنا في درس الإظهار أنه سمي بالإظهار الحلقي لأنه ماذا أحسنتم؟ لأنه يظهر من الحلق يظهر أو أن حروف الإظهار تكون مخرجها من الحلق الآن سنتكلم عن الإدغام سنتكلم عن درس الإدغام وهو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين قبل أن نبدأ في التكلم عن الإدغام وعن تعريفه وعن حروفه وأمثلته دعونا نقرأ أولاً هذه الآيات المباركات ثم نستكمل الدرس يقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الآن ننتقل إخواني وأخواتي ونلاحظ كيف تنطق النون الساكنة في هذه الكلمات ففي قوله سبحانه لمن يشاء وكذلك في قوله من ربا كذلك في التنوين في قوله لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون وفي قوله خير للذين خير للذين وفي قوله ربا ليربوا ربا ليربوا ماذا نكتشف هنا؟ نكتشف هنا أن كل من النون الساكنة والتنوين لم يظهر في ماذا؟ أحسنتم لم يظهر في النطق بينما نطق الحروف التي بعدها نطقت ماذا؟ مشدده وهذا الحكم هو الذي يسمى الإدغام يسمى ماذا؟ الإدغام وسنعرف ما معنى الإدغام ومتى تدغم النون الساكنة والتنوين الآن ننتقل إلى تعريف أولا الإدغام الإدغام ما هو المقصود به؟ هو إدخال إدخال هناك في الإظهار قلنا إيش إخراج هنا نقول إدخال النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدهما بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالحرف الثاني هذا هو تعريف الإدغام إذن إدخال النون الساكنة والتنوين في الحرف الذي بعدهما بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا وهذا سيتضح معنا بإذن الله من خلال الأمثلة الآن نريد أن نعرف حروف الإدغام ما هي حروف الإدغام؟ للإدغام ستة أحرف ألا وهي أحسنتم الياء والراء والميم واللام والواو والنون هذه هي حروف الإدغام هذه هي حروف الإدغام الستة إذن نحفظها الياء والراء والميم واللام والواو وكذلك النون هذه حروف الإدغام الستة ننتقل الآن إلى هذا النشاط ونريد أن نتشارك سويا في حل يقول أتأمل رسم النون الساكنة وحرف الإدغام في المصحف كما في هذا المثال من يعمل وندون ما نلاحظه نقول أن النون الساكنة في قوله من جاءت خالية من الحركة وإذا جاءت خالية من الحركة فهذا دليل على أنها ساكنة فأي حرف ليس عليه حركة في القرآن يدل على أنه ساكن وأتى بعدها حرف ماذا أحسنتم حرف الياء المتحرك فهنا ندغم النون الساكنة في الياء بحيث تصير ماذا أحسنتم حرفا واحدا مشددا وسيأتي توضيح ذلك بإذن الله بعد قليل الآن نريد في هذه الأمثلة أن نستخرج حروف الإدغام التي ذكرناها قبل قليل الحروف الستة من كل مثال وندونه أمامه كما في المثال الأول في قوله من يقول ما هو حرف الإدغام هو أحسنتم الياء مثلا في قوله من مال من مال هنا حرف الإدغام ما هو أحسنتم الميم موال ما هو حرف الإدغام أحسنتم نعم الواو كذلك في قوله إن نقول حرف الإدغام هو أحسنتم النون في المجموعة الثانية في قوله من ربهم من ربهم ما هو حرف الإدغام أحسنتم الراء وفي قوله ألن ألن نقدر عليه ألن وحرف الإدغام أحسنتم ألا ماذا نلاحظ هنا في هذه الأمثلة نلاحظ أن النون الساكنة أدغمت في هذه الحروف أدغمت في هذه الحروف ففي المجموعة الأولى نلاحظ أننا أتينا بصفة من صفات النون ألا وهي صفة ماذا أحسنتم صفة الغنة صفة الغنة وسيأتينا أن معنى الغنة هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم فهنا مثلا حينما نقول من يقول من يقول أو مثلا في قوله من مال هنا بقي صفة للنون ألا وهي ما هي صفة الغنة صفة الغنة إنما النون ذهبت وبقي لها صفة ألا وهي ماذا صفة الغنة هذه في الأمثلة الأربعة أما في المثالين الأخيرين في قوله من ربهم من ربهم أو مثلا في قوله ألن ألن هنا لا وجود للنون تماما لا صفة ولا نطقا فحينما نقول من ربهم نحن أدغمنا النون إدغاما كاملا وسيأتينا الإدغام الكامل والإدغام الناقص فمن ربهم أدغمنا النون إدغاما كاملا كذلك في قوله ألن ألن أدغمنا النون إدغاما كاملا ليس للنون أي صفة ننتقل الآن إلى أقسام الإدغام الإدغام له قسمان في المجموعة التي تكلمنا عنها قبل قليل يتضح لنا أن للإدغام قسماني القسم الأول هو ما يسمى إدغام بغنة وذكرنا أن الغنة هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم الصوت الذي يخرج من الخيشوم الخيشوم هي الفتحتان في أعلى المنخر الذي يتجه إلى الفم هنا القسم الأول هو الإدغام بغنة وهذا القسم حروفه أربعة وقد جمعها العلماء في قوله ينمو ينمو بمعنى الياء والنون والميم والواو فنحفظ هذه الكلمة حتى يسهل علينا تذكر حروف الإدغام بغنة فحروف الإدغام بغنة أربعة الياء والنون والميم والواو وهي مجموعة في قوله ينمو وذكرنا الأمثلة قبل قليل نأتي الآن عند تعريف الغنة وقد ذكرناها قبل قليل قلنا هو صوت يخرج من الخيشوم صوت يخرج من الخيشوم والخيشوم كما ذكرنا لكم هو الخرق المنجذب إلى داخل الفم الذي يكون في أعلى الأنف يكون في أعلى الأنف ومقدار الغنة ما هو مقدار الغنة؟ مقدار الغنة حرى أحسنتم حركتان فقط فمثلا في قوله ومن يعمل ومن يعمل الآن استمعنا إلى صوت الغنة وهي بمقدار حركتين لا تزيد على الحركتين فمثلا تقول ومن أنت هكذا أطلت مقدار الغنة إنما مقدارها بحركتين حروف الإدغام بغنة كما ذكرنا هي مجموعة في كلمة ينمو في كلمة ينمو فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد هذه الحروف الأربعة فإننا ندغمها بغنة ندغمها بغنة كما في الأمثلة السابقة هنا الآن أمثلة للقسم الأول الإدغام بغنة بالنسبة للنون الساكنة وكذلك للتنوين ففي النون الساكنة مثلا في قوله من يعمل من يعمل الآن هنا أدغمنا النون في الياب كذلك في قوله من نعمة وما بكم من نعمة من نعمة هنا أدغمنا النون في النون كذلك في قوله مما أدغمنا النون في الميم كذلك في قوله مواق أدغمنا النون في الواو هذا بالنسبة للنون الساكنة أما بالنسبة للتنوين وجوه يومئذ كذلك بالنسبة لتنوين الكسر يومئذ ناعمة كذلك في قوله نعمة منا كذلك في قوله عذاب واصب إذن هنا نلاحظ ماذا؟ أن النون الساكنة والتنوين أدغمناها في الحروف في حروف الإدغام الأربعة اليا والنون والميم وكذلك الواو بالنسبة للتنوين والنون الساكنة الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو إدغام بغير غنة الإدغام بغير غنة أي أننا ندغم النون الساكنة والتنوين في هذان الحرفان ألا وهما اللام والرا ولكن بغير غنة وهذا يسمى بالإدغام الكامل وأما بالنسبة للإدغام بغنة فيسمى الإدغام الناقص لماذا؟ لأننا أتينا بصفة من صفات دون ألا وهي الإدغام أما ألا عفو ألا وهي الغنة أما هنا فيسمى بالإدغام الكامل لأن النون ليس لها أثر ليس لها أثر لا للنون ولا لصفتها ألا وهي الغنة فالنون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف اللام أو الرى فإننا ندغمهما إدغاما كاملا من غير غنة ومن الأمثلة على ذلك مثلا في قوله تعالى ألن ألن هنا الآن ليس للنون أثر ليس للنون أثر لا نسمع إلى النون بدأنا على طول أن ألن ألن بدأنا في اللام مباشرة بمعنى أننا أدغمنا النون في اللام كذلك في قوله مر 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 ربهم مر ربهم إذا لا أثر للنون أدغمنا النون في الراء إدغاما كاملا كذلك بالنسبة للتنوين متاعا لكم أدغمنا التنوين كذلك في اللام وكذلك في قوله غفور الرحيم غفور الرحيم غفور الرحيم أدغمنا التنوين كذلك في الراء الآن نلخص أقسام الإدغام وهي قسمان إدغام بغنة وحروفه ماذا أحسنتم الأربعة الياء والنون والميم والو وأما القسم الثاني وهو الإدغام بغير غنة وحروفه اللام وكذلك الراء الآن إخواني أخواتي ننتقل إلى هذا النشاط ونريد أن نستخرج منه النون الساكنة والتنوين والذي يكون حكمهما الإدغام ونبينه في الجدول الذي أمامكم ففي النون الساكنة مثلا في قول الله سبحانه وتعالى مما هنا حرف الإدغام ما هو أحسنتم نعم حرف الإدغام هو الميم ونوع الإدغام أحسنتم بغنة كذلك في قوله من لبن من لبن هنا النون الساكنة أتى بعدها حرف الإدغام ألا وهو اللام ونوع الإدغام بغير غنة كذلك في قوله تعالى في قوله عز وجل من ربهم من ربهم هنا أيضا النون الساكنة أتى بعدها حرف أحسنتم الراء وهو من حروف الإدغام بغير أحسنتم بغير غنة ننتقل إلى التنوين ففي قوله سبحانه وتعالى أحسنتم ففي قوله عز وجل أنهار من هنا التنوين أتى بعده حرف أحسنتم الميم وهو إدغام بماذا أحسنتم بغنة كذلك في قوله عز وجل آسن وأنهار هنا حرف الإدغام هو الواو وماذا أحسنتم كذلك بغنة في قوله عز وجل أحسنتم في قوله سبحانه وتعالى لبن لم يتغير طعمه لبن لم يتغير طعمه حرف الإدغام هو اللام ونوعه بغير أحسنتم غنة وكفي قوله سبحانه وتعالى خمر لذة خمر لذة للشاربين كذلك حرف الإدغام هو اللام وكذلك بغير غنة ننتقل الآن إخواني واخواتي إلى الخلاصة ونستخلص من هذا أن النون الساكنة والتنوين تدغماني في حروف الإدغام وأن حروف الإدغام الستة قد جمعوها العلماء في كلمة يرملون في كلمة يرملون جمعت الحروف الستة وأنها قسمان قسم يدغم بغنة وله أربعة أحرف الياء والنون والميم والوا وقد جمعت في كلمة أحسنتم ينمو في كلمة ينمو وأما بغير غنة فلها حرفان اللام وكذلك الر ننتقل إلى التقويم ونتشارك سويا في حله أولا ما تعريف الإدغام تعريف الإدغام ما هو أحسنتم نعم تعريف الإدغام ذكرنا أنه إدخال ماذا أحسنتم النون الساكنة والتنوين في ماذا أحسنتم نعم ذكرنا أنه إدخال النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا نكمل ما يلي حروف الإدغام ستة جمعت في كلمة يرملون للإدغام بغنة وحروفه الياء والنون وكذلك أحسنتم الميم وكذلك الوا وللإدغام بغير غنة اللام والرى نضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة ينقسم الإدغام إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة العبارة أحسنتم صحيحة الإدغام بغنة يسمى كاملا لعدم بقاء أي أثر للحرف المدغم العبارة أحسنتم خاطئة والصحيح أن هذا هو الإدغام بغير غنة إذا وقع حرف الإدغام والنون الساكنة في الكلمة الواحدة وجب إظهارها العبارة أحسنتم نعم صحيحة وهذه مثلا ككلمة دنيا أو مثلا كلمة صنوان فهذه الكلمات لا يمكن إدغامها مع أن النون الساكنة أتى بعدها حرف الإدغام ألا وهو اليا إلا أننا لا نستطيع أن ندغمها لأنه سيختل المعنى فلا نستطيع أن نقول مثلا ديا أو أن نقول صنوان لماذا سيختل المعنى لذلك هذه تبقى على إظهارها وتسمى عند العلماء بالإظهار المطلق تسمى بالإظهار المطلق أخيرا جمعت حروف الإدغام بغير غنة في كلمة ينمو في كلمة ينمو العبارة أحسنتم أيضا خاطئة لأن حروف الإدغام بغير غنة هي ماذا اللام وأرى إذن إخواني أخواتي أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وأتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس وبإذن الله تعالى أكتقيكم في دروس قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته